بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات مجددا في سلسلة شروحات مقرر مقدمة في الأعمال إثناء اليوم بإن الله سنتحدث عن محتوى خطة العمل نحن ذكرنا في الدرس السابق مشروع إعداد خطة عمل لا بد أن تعد خطة عمل لكي تقوم بالمشروع بالشكل الصحيح ذكرنا أن أهم القضايا التي ستساعد في تصور المحتوى المناسب لخطة العمل على سبيل المثال أن تعكس هذه الخطة الفرصة وإمكانيات وجاذبية السوق إمكانات وجاذبية السوق والمجال المرتبط في المشروع أيضا لا تنطوي على الموارد المهمة على الأموال فحسب بل على الأصول البشرية هناك موردين هناك موظفين إذن لا بد من توفر هذه الموارد كذلك يجب أن يتمتع فريق العمل بالنزاهة والخبرة العميقة والواسعة النطاق في هذا المجال إذا كان لديك مثلا خبرة في مجال معين بالتأكسة تبدع في هذا المجال وبالتالي التعامل مع المشاكل والقضايا التي قد تتعرض لها في هذا المشروع لذلك يجب أن يكون الفريق أو قائد الفريق كمثلا صاحب المشروع أو من يعمل معه يتمتع بهذه الخبرة والنزاهة التي تساعد على حل المشكلات والعقبات التي تواجه كذلك هيكل التمويل لا بد أن يحدد كيفية تمويل الشركة وكيفية تقسيم نسبة الملكية بين المؤسسين والمستثمين كم هي نسبة التملك بين المتشاركين في هذا المشروع المالك والشركاء كذلك لا بد أن يشمل سياق الفرصة أو العوام الخارجية التي تؤثر عليها لا بد أن يوضح العوام التي قد تؤثر على هذه الفرصة وكيف تتأثر بها اليوم نستكمل أيضا حديثنا في هذا اليوم وفي الدروس القادمة عن إعداد خطة العمل سنتحدث بشكل موسع عن محتوى خطة العمل وهو في صفحة 136 كما ذكرنا يعزز مشروع خطة العمل الموضوعات التي يغطي الكتاب نحن في هذا الكتاب كما تعلمون تناولنا المفاهيم النظرية الأسس كل ما يتعلق بالمعرفة والعلم في المجال المشاريع والمشروعات الصغيرة وكذلك ريادة الأعمال وبالتالي أصبحنا قادرين على فهم ماذا نقصد بخطة عمل ماذا نقصد بمحتوياتها ماذا نقصد بفرصة ماذا نقصد باستثمار الآن أصبح هناك جزء من التطبيق الذي سنقوم بشرحه خلال هذه الدروس خطة العمل بشكلها العام تحتوي على أكثر من بنت أولى هذه البنود هو ما يسمى بصفحة الغلاف ما يسمى بصفحة الغلاف هذه الصفحة تحتوي على اسم المنشأة رمزها شعارها جهات الاتصال رقم النسخة وكذلك تاريخ إعداد هذه الخطة متى أعدت هذه الخطة؟ ما هو التاريخ الذي تم إعداد الخطة فيه؟ كذلك في صفحة أخرى أو في محتويات سيكون لديك العديد محتويات ما يتعلق في الملاخص ما يتعلق في البنود الأخرى لذلك لا بد من وجود جدول يسهل على من يقرأ الخطة الرجوع لأي قسم يريده من أقسام خطة العمل كذلك لا بد أن تحتوي على ملاخص تنفيذي وهي لمحة لا تتجاوز الثلاث صفحات تتناول أبرز النقاط التي تثير الخطة ما الذي تسعى إليه الخطة بشكل مبسط وملخص وبالتالي تساعد القارع على فهم هذا المشروع وماذا يريد وما هي أهداف هذا المشروع كذلك تحتوي على وصف المنشأ ما هي المنشأ؟ كما تعلم لدينا منشآت في القطاع الخدمي في إنتاج، في الزراعة، في غيرها لذلك تصف المنشأة وطبيعتها وماهيتها وكما تعلم أيضا أهدافها من هذا المشروع والمجال إذن لابد أن تصف المنشأة، أهدافها، ما هي تلعامة التي تقوم به أيضا منتجاتها وخدماتها الأساسية قد يكون لديها عدة أنواع ما بين خدمات أو منتجات أساسية ومنتجات داعمة أو قد تكون ثانوية لذلك توضح أن المنتجة الأساسية أو الخدمة الأساسية هي هذه الخدمة وقد يكون هناك أيضا خدمات ثانوية أو منتجات ثانوية أيضا لابد شكلها القانوني هل هي كما تعلم ذكرنا في أحد الفصول أشكال الملكية هل هي مؤسة فردية أم هي شرايكة أم هي تعتبر مثلا مسؤولية محدودة وبالتالي هل هي إمتياز أو حقوق إمتياز أو علامة تجارية خارجية ونأخذ حقوقها وبالتالي لابد أن تكون واضحة في هذا الوصف أيضا لابد أن يكون هناك تحليل للقطاع والمنافسة كيف هي المنافسة في هذا القطاع وما الذي يحتويه وبالتأكيد قد يكون أكثر من شركة أو أكثر من منشأة في نفس المجال كذلك من البنود المهمة تحليل السوق والعمل كما تعلم لابد أن تحلل السوق قبل أن تدخل فبالتأكيد تحلل مختلف شرائح المستهلكين هل تستهدف جميع الأعمار أم هناك أعمار محددة لمنتجك كذلك الخصائص الديمغرافية وأيضا متطلبات العميل التي تصب تركيزك عليها ما الذي تريد إشباعه من متطلبات العميل أيضا من رقم سبعة هي خطة المنتج أو الخدمة وبالتأكيد تبريد دوافع الذي يشجع على شراء المنتج أو الخدمة بناء خصائص الفريدة إذن توضح الخصائص التي يتميز بها منتجك عن المنافسين عن الآخرين وما يجعلها مبرر للمستهلك أو الفرد أن يأتي ويشتري منتجك دون الذهاب للآخرين كذلك كما تعلم التسويق مهم لابد أن يكون لديك خطة للتسويق كيف تسوق منتجاتك ما هي استراتيجيتك في التسويق ولكنك العديد من استراتيجيات وكيف تحدد أساليب تحديد العملة وكيف تستهدفهم كيف تستهدفهم هل تعمل على التسويق الرقمي التسويق التقليدي قنوات التوزيع ما هي أساليب البيع والإعنات عندك كيف تقوم بها كذلك لابد أن يكون لديك توضيح للخطة التشغيلية كما تعلم نحتاج إلى عمليات ونقوم بالعديد من الأمور نشغل المشروع نشغل هذه المنشأة وبالتالي لابد أن يكون هناك خطة ولا يكون الأمر عشوائي مثلا إجراءات ضبط المخزون مصادر التوريد إجراءات الشراء كيف تتم هناك خطوات كيف تطلب المنتجات وأيضا بالتأكيد الفريق الإداري فنجاح المنشأة أيضا له علاقة كبيرة في الفريق الذي يعمل فيها فتصف الفريق سواء مثلا العاملين أو حتى المستثمرين إذا كان هناك مستثمرين معك كذلك المدرات الخارجيين وهي أيضا خطط التوظيف مستقبلا والتدريب المرضى أيضا تحتوي على المخاطر لابد أن توضح المخاطر المحتملة في هذا المجال وأي خطر ترى أنه خطر جوهري تضعه في هذه الخطة كذلك الخطة المالية كما تعلم المال مهم جدا في انطلاق المشروع واستمراره وبالتالي تضع حجم رأس المال ومصادر التمويل إذا احتجت إلى تمويل وبالتأكيد إذا كان لديك قوائم مالية إذا كان مشروع قائم ستضع في هذه الخطة القوائم مالية السابقة وبالتأكيد إذا كان لفترات لا يقل عن خمس سنوات يكون فيها قوائم الداخل الميزانية العمومية قوائم التدفق النقدية وكذلك الميزانية النقدية وكتب قد درستم في الإدارة المالية ماذا يقصد بقائمة الداخل أو ما تسمى بقائمة الأرباح والخسائر كذلك الميزانية العمومية أو ما يسمى بالمركز المالي أيضا في الثالث عشر وهي الملحق تضع الوثائق والمواد والمرفقات المهمة التي تساعد من يقرأ خطة العمل على فهم الخطة وفهم المشروع التجاري نحن لو استذكرنا أو عدنا قليلا نحن تحدثنا عن خطة العمل أنها مفيدة قبل أن تبدأ في جلب المستثمرين حينما تود عرض فكرتك أو مشروعك على المستثمر هو يود منك أن تعرض له خطة عملك ما الذي تريده ما هو الشيء المميز في منتجك أو خدمتك التي تجعل الآخرين أو العملاء لا يذهبون إلى شركات معينة ويأتون إليك قد تكون شركتك ناشيا إذا لابد أن تضع هذه الخطة التي توضح جميع هذه النقاط وبالتالي تكون أكثر إقناعا للمستثمر للانضمام لك في هذا المشروع أو حتى شركات الوسطى الماليون كذلك المقرضون البنوك يساعدونك ويقرضونك من خلال بعد أن يطلعون على هذه الأمور ويطلعون على فكرة المشروع وكذلك قد يكون أيضا حتى في الجهات الحكومية الداعمة تحتاج منك خطة عمل لمشروعك الذي تود إطرق في هذا الدرس نبدأ في أخذ أولى الخطوات وبإذن الله في الدروس القادمة سنشرح خطوة بخطوة من الذي ناصل نبدأ في صفحة الغلاف عادة في صفحة الغلاف كما ذكرنا تحتوي على اسم المنشأ عنوانها رقمها موقع الإلكتروني إذن تضع في صفحة الغلاف الخطة اسم المنشأ ما هو اسمها قد يكون هناك أسماء مثلا تقوم بإنشائها تعبر عن منتج معين أو الخدمة وأيضا تضع البيانات وقنوات التواصل معها شعار المنشأ قد تصمم شعار علامة تجارية كما يحدث في المنشأات المبتكرة أو الاحترافية يضعون شعار خاص بهم بحيث حينما شهد الشعار تعرف أن هذا الشركة أو يرمز لهذا الشركة كذلك اسم جهات الاتصال العنوان البريد المؤسس صاحب المنشأ يضع اسمه كذلك أيضا رقم الهاتف عنوان البريد الإلكتروني وتاريخ إعداد خطة العمل لأن قد يكون هناك تحديث قد يكون هناك تطوير لخطة العمل وبالتالي نعرف نضعه لماذا؟ بعد شهر أفشان قد نحدثها وبالتالي نحدث هذا التاريخ لكي نستذكر أننا قمنا بتطويرها في هذا الوقت أيضا إذا منحت الخطة للمستثمرين يتم إرسال تنويه مفادة وخطة يتم تقديمها على أساس سري لمستثمر وكما تعلم قد يكون هناك معلومات سرية في الخطة ويجب أن لا يعاد تقديمها من دون إذن إذن ستكون خاصة فقط لعرضها على مستثمر كما ذكرنا قد تحتاج إلى مستثمرين يدخلون معك في المشروع قد لا تتوفر لديك المبالغ أو السيول النقدية للبد المشروع وبالتالي قد تقوم بإرسالة مستثمر وبالتأكيد تنويه أن هذه المعلومات قد تحتوي على معلومات سرية رقم النسخة للمساعدة في التبع على النسخ كما تعلم قد نحدث وبالتالي نضع التاريخ ونضع رقم النسخة واحد اثنان ثلاثة بناء على عدد النسخ التي قمت بإنشائها أو تصميمها في الخطوة الثانية جدول المحتويات كما تعلم كما هو في الحال في الكتب في الفهارس في الكتب الكبيرة في المذكرات تحتاج إلى جدول يسهل عليك ويختصر عليك الوقت لكي تبحث في معلومة تفتح هذا الجدول وتعرف رقم الصفحة أين يكمل مثلا قسم خطة التسويق بعد دخولك على خطة تعرف أنه في صفحة فلانية وبالتالي جدول المحتويات يسهل على من يتابع أو يقرأ الخطة سرعة الدخول إلى هذا المواضيع وقائمة سلسلة في جميع ما ذكرنا الثلاثة عشر بند خطة التسويق مالية المعلومات الاتصال وبالتالي تضعها لكي تسهل وهي أمر شائع بالتأكيد في وضعها في خطة العام ثالثا الخطوة التي تحتوي على الملخص التنفيذي وهي لمحة عامة غالبا ما يعتقد أن الملخص التنفيذي أو اللمحة العامة هو القسمة الأكثر أهمية في خطة العامة نظرا أن القراءة لن يواصل قراءة إلا يجذب أو يجذبه الملخص التنفيذي أو لم يجذب انتباههم لابد من أن يكون هناك عدة بنود كما تعلم حينما تعرض الفكرة على مستثمر ذكرنا ذلك سابقا هو يود معرفة طبيعة المشروع بأقصر وأفضل طريقة ممكنة وبالتالي قد يلجأ إلى الملخص حينما يقرأه يعرف ما هو المشروع ما هي أهدافه كيف يقوم ببيع منتجاته ما هي الميزة الموجودة في المنتج كذلك ما هي المصادر التمويل المناسبة لهذا المشروع لذلك الملخص لابد أن يقدم صورة واضحة وموجزة عن المشروع مختصرة معبرة عن المشروع المقترح أيضا يساعد أو يشحد الحماس والإثارة يجذب هذا المستثمر وبالتأكيد نحو المشروع لكي ينجذب المستثمر معك أو تقوم الشركة ممولة أو بنوك في دعمك لابد أن يشعرون بالحماس والإثارة تجاه المشروع وأنه فكرة إيجابية أو فكرة مميزة هذا يعني أنه يجب كتابة الخطة بطريقة واضحة تولد الاهتمام في أنفس القراء سواء مستثمر أو غيره أيضا الملخص بالرغم أنه يأتي في بداية الخطة فإنه يقدم لمحة عامل الخطة بأكمله وبالتالي لابد من كتابته بعد الانتهاء من إعداد الخطة إذن قد نحتاج بعد أن ننتهي من الخطة وجميع البنود التي ذكرنا نقوم بتلخيص ذلك في الملخص إذن الملخص قد يكون آخر ما يكتب في هذه الخطة وبالتأكيد يجب أن يتضمن الملخص الأقسام الفرعية التالية فيما لا يزيد عن ثلاث صفحات وصف الفرصة التي تم اغتنامها وبالتالي حينما يقرأها المستثمر يعرف ما الذي تود استغلاله ما الفرصة التي تقدمها والتي قنصتها من مثلا العديد من الفرص كذلك شرح القيمة المضافة من المنتج أو الخدمة المقترحة ما هي القيمة ما هي الميزة في هذا المنتج قد يكون هالك منتجات متشابهة في السوق وبالتالي ما هي القيمة المضافة الذي يجعل المنتج مميز لكي أقوم بالاستثمار معك كمستثمر كذلك لمحة عامة على قطاع وسوق قد تبين له أن هذا القطاع يحتاج إلى منتجات كذا من المنتجات أو من التجار أو من رواد الأعمال وبالتالي يحتاج إلى أيضا مشاريع جديدة وبالتالي توضح لمحة عامة وقد يكون لك بعض البيانات المنشورة في القواملية وغيرها وبالتأكيد تساعدك كذلك الميزة التنافسية التي تأمل في تحقيها في السوق إذن ما الذي يجعلك أو ستنافس فيه الآخرين كما ذكرنا قد يكون لديك منتج مميز عن الآخرين وبالتالي تنافس فيه الشركات الأخرى أيضا الاقتصاد الفرصة ما الذي سيكون من خلال هذه الفرصة ما الذي سيدر عليه من بالغ أو ما الأثار على الاقتصاد سواء المحلي أو الأقليمي أو حتى قد يكون بعض المنشآت لا تثير على مستوى العالمي كما شاهدنا أو ذكرنا بعض رواد الأعمال أصبحت منتجاتهم أو خدماتهم عالمية كما ذكرنا في وسائل التواصل وغيرها أيضا فريق الإدارة من هما الذين سيديرون هذا المشروع وبالتالي يحتاج المستثمر أو من يود قراءة الخطة أن يعرف من يدير المشروع ما هي مميزاته ما هي مؤهلاته كذلك حجم المبلغ المطلوب والغرض ومنه وإذا كنت تسعى إلى حصول على التمويل بالتأكيد إذا كنت تسعى إلى حصول على التمويل كما ذكرنا تقدم الخطة وتقدم خطة العمل وبالتالي تضع المبلغ المطلوب في وقت قادم فما ذكرنا نحو ذكرنا قصة علي أنه يود إنشاء تطبيق يتعلق في الكافيهات فنظر إلى علي بصدد بدء تطبيقه عليه أن يجعل مقترح خطة العمل مثيرا وممتعا للقراء لماذا؟ لكي يجذب كما ذكرنا المستثمر ويجذب الآخرين نحو هذه الفرصة لذا من المهم أن يتعمق في إجراء البحوث حول المستثمرين المحتملين وحول السبب الذي يدفعهم إلى اعتبار عملهم مثيرا للاهتمام كلما زادت إثارة والإعجاب في مشروعك كلما أصبح لديك فرصة للدخول المستثمرين معك في هذا المشروع بالتأكيد هل من فرص على المدى القصير أو على المدى الطويل تبحث كذلك؟ أيضا ما الذي يجعل عمله متميز ومختلف عن جميع التطبيقات الأخرى متوفرة؟ قد يكون هناك العديد من التطبيقات تقدم نفس الفكرة التي يود إطلاقها عليه كما ذكرنا هو جمع تطبيقات جمع المقاهي للقهوة العربية أو قهوة السعودية في العديد من المدن المملكة في تطبيق من خلال تحجز طاولة من خلال تقدم خدمات وبالتالي قد يكون هناك تطبيقات كثر ولكن ما الذي يجعلها التطبيق مميز وبالتالي لكي يجلب المستثمرين وتبحث في ذلك لتجعل تطبيقك أكثر تميز في الدروس القادمة بإذن الله سنكمل باقي الخطوات للتعلق في إعداد خطة العمل إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته